بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا السلام عليك يا رسول الله إذن أنا يا رسول الله أن نتكلم معك أن نتكلم عن كلامك الذي يشعرنا بأننا نعيش في جنة الوصال مع الرب المتعال أنت الذي أدخلتنا هذه الجنة بكلامك وحسن وصالك وأنت الذي إذا سرنا خلفه وصلنا إلى الله قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله اليوم نتكلم عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى الدنيا أوسع مما نتصور خلى الحياة تتسع وتتحول إلى جنة خلى الدنيا فيها نعيم غريب فيها سر مجاش غير مع حضرة النبي وزيك الحديث ده حديث من أحاديث الوسع النبوي اللي حضرت النبي أوقفنا فيها على كرمته ومكانته التي كانت عند مولاه سبحانه وتعالى حديث النهاردة وحديث سيدنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالروع بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ويما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغناء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة الله أكبر إيه الحديث المليء بالنور ده هذا حديث رائع وإحنا النهاردة اخترنا أن نقف شوية مش هنقدر نتحمل أن نتكلم عن كل الأنوار دي في حلقة واحدة إحنا اخترنا بس نور من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجعلت لي الله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا نتكلم النهاردة عشان نقدر نتكلم عن هذا الجزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم ناخد كمان نور من أنوار حضرة النبي وحديث سيدنا بسعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام للحديث الدرواء والترميز حديث أولا أن ده حديث سيدنا الإمام البخاري الحديث ده بالنسبة لي بيعمل حاجة إحنا لما بندخل المسجد ونصلي مع بعض إحنا عايزين نعمل إيه؟ نعمل حاجة اسمها حياة الصلاة حياة الصلاة يعني أنت تصلي وانت حي قلبك حي وانت حاضر في حضرة الحي سبحانه وتعالى فتبقى الصلاة حياة تبقى الصلاة إيه؟ حياة يعني تحس وانت في الصلاة أن انت عايش مع الله تحيا مع الله في بعض الناس بيروحوا يصلوا يحسوا أن جزء الصلاة ده قطع من الحياة لا أنت لما بتدخل الصلاة بتحس أن أنت في الحياة ويمكن ده ترابط اللي احنا ممكن نسمعه في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين وكأن الصلاة كمان فيها محيا وممات أن يموت أن تموت المساوي وتحيا بماذا؟ بالأنوار وأن أنت بأنوار الوصل مع الله فيبقى فيه موت وفيه حياة في الصلاة وفي النسك فيه موت وفيه حياة ولزاك إيه اللي حصل بنتوضى للصلاة عشان إيه نحس إن احنا دخلين كأننا إيه اللي بيحصل المولود بنغسله لما تولد أو بنتوضى عشان ندخل على حضرة الجميل عشان نتولد من جديد ولزاك الصلاة إلى الصلاة مكفرات اللي ما بينهم وفي الحج منحج ولم يفسق ولم يرفس عادة كيوم ولدته أمه إيه اللي خلاصة إن الصلاة طيب دي مقدمة لإيه تعالوا نشوف بقى لما حدث النبي قال وَجُعْلَتْ لِيَرْ أَرْضُ مَسْجِدَةَ إيه ده؟ وطهورة إحنا لازم نغير بقى ما فهمنا عن عن معنى المسجد ده كده كده وكأن الرسول الله يقول لنا إن فيه مسجدين فيه مسجد صغير فيه المسجد الأصغر وهو المسجد اللي بنصلي فيه قال لا ده أنا فهم إن المسجد الأصغر ده المسجد اللي أنا عامله الركنة اللي أنا عاملها في البيت عندي من أن أسميها المسجد الأصغر لا 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 المسجد الأصغر هو المسجد اللي بنصلي فيه الجمعة كويس كده يعني المسجد اللي بنصلي في الجمعة اسمه المسجد الأصغر طب والمسجد الأكبر هو الحياة حضرة النبي اللي بيعلمنا ده حد ييجي يقول لي طيب انت جبت هل حد أنا بقولك ده كمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وده مصطلح ورداني ليه بقوله لك كده لأن احنا تشربنا كلام حضرة النبي عودنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وجهاد النفس يبقى اللي حاصل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا يبقى ايه اللي حاصل هي جاهد فين في الحياة يبقى اذا كانت الحياة فيها جهاد أكبر وهي جهاد النفس فكمان احنا عندنا كمان لازم يبقى فيه مسجد أكبر لجاهد في النفس زي ما فيه مسجد أصغر بناخد من مدد ربنا ونستقبل وجه مولانا أن تعبد الله كأنك تراه كذلك احنا عايزين نعيش الحياة كأننا نراه وقل اعملوا في سير الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون يبقى ايه اللي حاصل الحياة دي هي المسجد الأكبر يبقى الحياة دي هي المسجد الأكبر جبنا منين الكلام ده؟ من حديث رسول الله سلام بيقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني ايه اللي حاصل؟ ايه الحديث الثاني بيقول لنا ايوما رجل ادركته الصلاة حديث سيدنا جبر بيقول اهو ايوما رجل ادركته الصلاة فليصلي في اي مكان ده صحيح المعنى الأولاني لكن المعنى الأكبر كمان ان الحياة هي المسجد الأكبر وعشان كده ايه اللي حاصل؟ وكأن هذا الحديث يشير الى معنى تاني مهم جدا اللي هو ايه؟ صلاة الحياة زي ما فيه حياة الصلاة فيه حاجة اسمها صلاة الحياة صلاة الحياة بتقول لنا ايه بقى؟ نعم هذا الحديث يشير لفكرة جواز الصلاة في اي مكان غير اماكن اللي بيكون فيها نجاسة لكن المعنى هنا اللي انا بحب بقوله لكل احبابي ان فيه حاجة اسمها ايه؟ صلاة الحياة ايه بقى حكاية صلاة الحياة دي؟ عشان ما يجي الناس واحد يقول لنا ايه وانتوا هتخلوا الحياة كمان صلاة ده احنا بالعافية ان في العافية مستحملينكم وانتوا بتقول لنا العمل عبادة هتقول لنا كمان صلاة الحياة اه صلاة الحياة وهو ربنا اللي علمنا كده لما قال قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي تعالى نعملها ماتركس بقى يبقى فيه حاجة اسمها ايه؟ حياة الصلاة وصلاة الحياة الآية اللي بتقول لنا كده يبقى لله رب العالمين نعملها ماتركس يبقى فيه حاجة اسمها صلاة الحياة وفيه حاجة اسمها حياة الصلاة وفيه حاجة اسمها حج الايه؟ حج الحياة وحياة الحج زي الفل سهلة ومفهومة ولا فيها اي حاجة بس احنا اللي ما بنقدرش نفهم الحاجات اللي بتوسع علينا التعاون مع الله التعاون مع هذا الدين بالوسع طب ايه اللي يحصل بقى وإحنا بنقول كده مش بس عنصلي في كل مكان لكن كمان عنكون في وصل مع الله في كل مكان ونعيش معاه وده التجلي زي ما قلنا تجلي من تجليات قول يتعالى قل إن صلاة ونسك يوم حياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبذلك امرت وانا والمسلمين يبقى صلاة الحياة دي ايه ده؟ هي فيه صلاة الحياة طب صلاة الحياة دي ايه تعريف الصلاة؟ تعريف الصلاة عندنا اللي احنا بنصليها ايه أفعال مخصوصة؟ بنية مخصوصة بهيئة مخصوصة تفتتحوا بالتكبير وتختتموا بالتسليم يا يعني الصلاة لها أركان فهل بقى صلاة الحياة اللي انت بتكلم عنها لها أركان؟ نعم صلاة الحياة لها أركان وهي كمان علينا ان احنا نعيشها أركان صلاة الحياة بقى أو الركن من أركان صلاة الحياة هو حاجة مهمة جدا جدا كما أن هناك نية في الصلاة فهناك نية كمان في صلاة الحياة إيه النية في صلاة الحياة هو أن تنوي الافتقار إلى الله يعني أنت وماشي كده في الحياة تمشي وأنت مفتقر إلى الله يعني إيه تنوي أنت مفتقر إلى الله أول حاجة لابد أن أنت تفتقر إلى الله يعني إيه يعني وإنت ماشي في صلاة الحياة ماشي أنت تصلي في الحياة في بيتك آه يعني تصلي في الأسرة مثلا فإنت وبتتعامل مع أولادك تحس أن أنت مفتقر إلى توفيق الله كتير من البيوت لما ما صلينات صلاة الحياة في تربية أولادنا الصلاة بطلت يعني التربية بطلت بطلت ليه؟ لأن إحنا حسينا لأن إحنا عايزين نربي أولادنا بحولنا وقوتنا فإيه اللي حاصل؟ بقيت الأم أكتر حاجة خايفة منها مش خايفة من خايفة أن تربيتها لا تقبل عند الله بقيت خايفة من إيه؟ من هي تاخد لقب أن هي فشلت في تربيته آه فما فيش مراقبة لله في هذا العمل فأول حاجة لازم وأنا بعمل أفتقر إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار داعي خليني أعمل إيه؟ أعيش وأنا مراقب لله سبحانه وتعالى مراقب لإيه؟ الناس دائما لما أقول لها مراقبة الله ويفتكر من مراقبة الله مع معناها إيه؟ الرعب من الله الإحساس بأن ربنا باتربي صلى الله عليه لا مراقبة الله أراقب مدده أتأمل في مدده وأنا فقير لا حاول ولا قوة لا حاول ولا قوة إلا بالله يبقى أنا مراقبتي أراقب مدده وهو ينزل بقول لابني يا حبيبي مفيش أحلى من حب الله سبحانه وتعالى وعشان تحب ربنا لازم تبقى قريب منه تقبل عليه في كل حاجة يا ابني حتى لو تشرب كوباية مية حتى لو أنت حاسس بأنك أنت صدرك ضيق حتى لو أنت حاسس أن أنت مختلف معايا حتى لو أنت حاسس أن أنت عايز تفكر بطريقة أهدى شوية ما عندك شغير مولاك فالولد يحس إيه؟ أن الحياة فيها مولاه فيحس أن فيه حاجة اسمها إيه؟ صلاة في الحياة فيحصل له خشوعه كده شبه خشوعه في الصلاة فكما أن الأعمال بالنيات يبقى صلاة الحياة بالافتقار تراقب مدد مولاك فأنت بتصلي بتكون واقف مستقبل قبلة واقف مش تشعر بأنك أنت بين يدي مولاك فلما تخرج للمسجد بقى الكبير اعرف أنك خرجت المسجد الكبير وأنت برضو واقف بين يدي المولاك والدليل على ذلك وهو معكم أينما كنتم يبقى أنت في حضرة سيدك وأنت عارف أن أنت في حضرة مولاه ونزاك إيه اللي حاصل لما تطلع في الحياة حضرة تسمع بقى الإحسان بقى حضرة النبي وبالك كلمة على الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك يبقى إيه؟ يبقى لما أنت تيجي بقى تعيش بقى حياة الصلاة يبقى صلاة الحياة يبقى أنت تعرف أول حاجة أن أنت تفتقر إلى مولاك وشوف كده الآية اللي بتأكد معنا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ إيه اللي حاصل؟ شاهد ورقيب إيه اللي حاصل؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إيه ده يعني إيه؟ يعني تحس أن أنت ممدود زي ما بتعبد ربنا كأنك ترى هم سألوني كيف أعبد الله كأنني أراه؟ قال أنت تيقن أنه يراك أنت تيقن أنه إيه؟ يراك يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ أن أنت وبتعيش في حياتك أي عمل بتعمله الله شاهد له أن تعبد الله كأنك ترى أن تصلي صلاة الحياة وربك شاهد على حياتك ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا الميزان العملي المراقبة فقال إيه اللي حاصل؟ وهو بيعلمنا حاجة مهمة كدا ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت وكايني إيه لحاصل؟ وكايني كرهت أن يراه الناس في الحياة؟ إيه اللي حاصل؟ لا تفعله إذا خلوت يعني كأنه بيعلمك إيه؟ بيعلمك صلاة الحياة وكأنك وإنت بتتعامل مع الناس مطلوب منك أيضا أن تراقب الله فإيه اللي حاصل؟ فتكون مفتقر إلى الله يعني إيه؟ حاسس أن أنت عبد والله معك على الدوام فتقدرش تنفس بنفس ولا تعمل حاجة إلا وإنت كده الحاجة الثانية من أركان الصلاة قراءة الفاتح مش كده؟ فأنت في كل وقت أنت مفتقر في صلاة الحياة مفتقر إلى الله طب تانية حاجة أنت بتقرأ الفاتح آه وإنت في الحياة كلها لازم تقرأ الفاتح يا مولانا معلش واحدة أحد علينا يعني يعني أنا داخل الشغل قرى الفتحة هل تقول له لا أنا لو شربتي دلوقتي قبل ما شرب قلت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما بدخل بيتي بقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما بدخل عملي بقول بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح بسم الله الرحمن الرحيم ذكر دائما في الحياة فكما أقرأ الفاتحة في الصلاة أذكر الله في الحياة فيكون ذكر الله في الحياة ككراءة الفاتحة في الصلاة إزاي يعني حضرة النبي يقول لك كده كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أقطع يعني إيه ارجع فصلي فإنك لم تصلي يبقى في الحياة زي ما بتقرأ الفاتحة في الصلاة بتذكر الله في الحياة ليه؟ عشان حياتك كلها تكون مباركة وتتذكر فيها مدد الله وعشان كده حضرة النبي علمك أن أنت كل شيء تبتأه بالذكر وتجعل الذكر في وسطي ونشوف أقزك شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أهو إيه دا يعني يعني جعل علامة الحياة الذكر زي بالضبط زي بالضبط والله تأمل معي زي بالضبط لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ولا حياة لمن لم يذكر الله إيه دا صحيح دا دا حلو قوي دي يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ولا حياة لمن لم يذكر الله وعشان كده لبنا لما كان عندنا نعم كتيرة لبنا قال لنا عشان نقدر نكون بنعيش صلاة الحياة قال لنا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعشان كتيرا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأزكاها عند مليككم شوف خير أعمالكم لكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إعطاء من إعطاء الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربون رقابكم يعني تستشهدوا وتضربون رقابهم يعني تفوزوا بالحسنين ذكر الله عز وجل لاحظة أن الحاجات اللي فاتت دي تعالا نشوفها مرة تانية شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيكلمك عن إيه حضرت النبي في الحديث ده لما تبص كده ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأزكاها عند مليكهم وارفعها لدرجاتكم وخير لكم من إيه باه من أعطاء الورق والذهب إيه ده العمل ده الفلوس وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربون رقابكم للشهادة وتضربون رقابكم رقابهم إيه ذكر الله وكأنه إيه الحكاية يعني أعظم شيء ممكن تعمله في الحياة ويجعل الحياة حياة ذكر الله يبقى أنت لو عايز تكون عايش في الحياة عليك بذكر الله يبقى الجزء التاني زي ما فيه ركن الصلاة الفاتحة ركن الحياة الذكر ولذلك تعالوا أسمع لكم كمان من قولي تعالى إزاي بقى الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إيه تعالوا كده ده في إيه يذكرون الله قياما في الحياة برضه ما لإنه ما هو إحنا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كل دي أوضاع الحياة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إيه ده وكأنه بيكلمنا عن أركان الحياة فمهم من أركان صلاة الحياة يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا أه ويتاني وسبحوه بكرة وأصيلا يعني إيه ما تنساش ذكر الله طول حياتك ولذلك رمز لنا إيه بكرة وأصيلا عشان تفضل حياتك مليئة بالذكر ودايما بقول لأحبابي ودايما بقول لما الإنسان يكون معا لازم لوحد أن أذكار الصباح والمساء معناها معنى مهم جدا لازم نكمله بحاجة اسمها أفكار الصباح والمساء عشان الآية اللي احنا لسه قلت لينها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا سبحانه وتعالى بيأكدنا أن إدراك المعي ربنا تأتي من خلال ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفته ونذكر ربنا سبحانه وتعالى كمان في الحديث القدسي الآخر أنا جليسه من ذكرني ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأه ذكرته في ملأ خير من يا سلام يبقى أنت الركن التاني من أركان صلاة الحياة هو الذكر الركن التالت بقى هو حاجة رائعة بقى الإحسان بمعنى الإتقان يعني إيه كما أن في الصلاة وقوموا لله قانتين وفي الصلاة حتى إذا اعتدل قائمة فكرة الاعتدال وفكرة الاستقامة هي فكرة الإحسان ولذلك أنت عايز تصلي صلاة الحياة وتكون مقبولة لازم تكون من أهل الإحسان من أهل الإتقان لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء فلذلك أحد أركان صلاة الحياة هو أن أنت تكون متقن وعشان كده هتلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بشكل واضح صفة دي بتخلي صاحبها إيه اللي حاصل من أفضل الناس ومن أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وكذلك أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فلابد أن الواحد يتقن نفع الحياة يتقن العمران فالركن الثالث هو الإحسان اللي هو إتقان العمران إتقان النفع وإنت ماشي في مسجد الحياة لازم تتعود أن أنت دايما إيه تحسن للناس في نظرتك وفي كل حال تعمر القلوب وتعمر الحياة وده قانون رباني لازم تحس بيه وتعيشه أن ركن من أركان صلاة الحياة هو الإحسان والإتقان أن أنت تعمل إيه؟ تتقن العمران ووظيفة التواصل مع الناس جزء من العمران جزء من إتقان أن تتقن الحياة تتقن الحياة فتحسن التعامل مع الناس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي من حميم إيه العمران اللي حصل ده؟ كلمتين اللي أنت قلتهم والدفع بالخير اللي أنت عملته عمر القلوب ولذلك لما تلاقي نفسك مدفوع أنك تتكلم كلام مندفع وكلام سيء اسمع حضرة النبي اسكت واسمع حضرة النبي رحم الله مرأا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم ولذلك شوف سيدنا أبو بكر كان أقل للناس كلاما ولذلك ومع ذلك كان يقولي لا أرى شيء أن أحوج إلى طول يحبس من هذا ويمسك لساني الحقيقة اللي أنا قلته ده بعض أركان صلاة الحياة احنا محتاجين نتوسع في صلاة الحياة شوي ومرة نتكلم عن صلاة الحياة لأنه مفهوم مهم جدا جدا في حياة هيخلي صاعتها الناس تفهم أن العمل عبادة وهيفهموا أن الابتسام عبادة وهيفهموا أن تدليل زوجتك عبادة وهيحسسوا أن أنت تكرم زوجتك آه وتحسس أن أنت تخلي زوجك في مكان رفيع آه كله عبادة طب نقول لكم شوية إجراءات لغاية ما نتكلم في الحلقة الموسعة عن ده أول حاجة يا سيدي اتعود على عبادة جميلة اسمها عبادة الصمت بس في الصمت مش أنت تتعود على الخرص بعد الشر لكن تتعود على أنك أنت صمتك يكون زي صمت حضرة النبي الصمت فرصة للتفكر في حضرة النبي كان إيه وكان صمته فكرا فتعلم أنك تسكت لتصمت تصمت لكي تفكر عشان تبقى هادي وده أول إجراء أنا قلته لك الإجراء الثاني اللي أنا عايزك تعمله إجراء مهم قوي أن أنت كل يوم تتعلم حاجة جديدة تتعلم حاجة جديدة ليه؟ لأن كل ما تتعلم حاجة جديدة كل ما تعلمك الشيء الجديد ده يساعدك على أنك أنت تتعمر قلبك بوسع العلم العلم من تجل الله بالوسع ولذلك أول حاجة قابل بيها الله والإنسان في الحياة وعلم آدم الأسماء كلها وسع عايز تخلى حياتك واسعة وتقدر تعيش حياتك بوسع الله سبحانه وتعلم كتير لما تتعلم كتير تقدر تفضل مع الله ولذلك مجالس العلم هو مجلسهم مع الله مجلسهم مع ذكر الله تالت حاجة اتعود كتير قوي عشان تبقى أنت متعود على صلاة الحياة اتعود على الدعاء ادعي كتير كل ما تدعي كتير تبص تلاقيه نفسك في حضرة مولاك وتعرف أن انت في حضرة صلاة الحياة لأن الإنسان إذا عبد الله وجد أن الدعاء مفتاحا مهما من مفاتيح صلاة الحياة العبد لمولاه عندما يحيا بصلاة الحياة يا رب جعلنا من أهل صلاة الحياة على الدوام وجعلنا دايما قلوبنا تسجد في المسجد الكبير تحت عرشك في مسجد الحياة بعض الفاصل يا سادة نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم التي وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى بيها عليها أسئلتكم المباركة ويفضل مجلس العلم اللي وجزء من صلاة الحياة افتكروا هفضل أفكركم بصلاة الحياة دي لغاية ما تبقى في قلوبنا ونفضل نصلي المولانا في حياتنا كلها وتعالوا نكمل صلاة الحياة ونسمع أسئلتكم المباركة اللي وصلت لنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا ونجيب عليها أول سؤال وصلنا بيقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلش كان ليا سؤال ضروري جدا كنت عايزة أعرف الفلوس اللي بتتحط في شهادات في البنوك هل دي حلال ولا حرام والفلوس الفوائد اللي بتخرج منها كل شهر حرام إن أنا إن أنا أستخدمها ولا إيه الحقيقة إن الفلوس اللي بتوصل لحضرتك من شهادات الاستثمار هذا من الكسب الحلال هذا من الكسب الحلال هذا مال حلال الله سبحانه وتعالى جعله بابا من أبواب الرزق إيه اللي حاصل فلوس اللي أنا أوضعتها في شهادات الاستثمار أولا فلوس اسمها إيه فلوس مدعا في شهادات الاستثمار إيه اللي حاصل أنا دلوقتي في مجال في الحياة اسم مجال الاستثمار تعال أقول لكم بس معلومة بسيطة كده وبعدين نروح للأمر ده يمكن معلومة تخلي الناس اللي عايزين يوقفوا حياة الناس وعايزين يشقوا على الناس وعايزين يؤذوا الناس لا لشيء إلا لأنهم لا درسوا الواقع ولا هم كمان عايزين يخلوا الناس في حالهم لكن عايزين يضيقوا على الناس عشان يحسسوهم بأن حياتهم مليانة بالحرام فيه ناس كده عشقهم إنهم يكتروا الحرام على الناس إيه اللي حاصل إحنا عندنا تلات مجالات في الحياة مجال الزراعة مجال التغيرة مجال الزراعة الصناعة الزراعة التجارة تلات مجالات التجارة زراعة صناعة بدلتهم عشان تعرف إن بفيش واحدة أهم من التالت من التاني كلهم مهمين دول مجالات الحياة المعتادة يعني مجالات الحياة الرئيسية اللي موجودة في حياتنا التلاتة دول إما الناس بتتاجر وإما الناس بتصنع أو ناس بتزرع ويمكن دوت الأنشطة المشهورة الكبيرة بس إحنا دلوقتي أصبح عندنا مجال مهم إن إحنا ندخل ونتكلم عنه وأنا بقول الكلام ده وتقول لكم ده جزء من رؤيتي جزء من دعوتي للناس في مجال رابع بقى أنا بدعو إلى إن هو يبقى موجود وتكلمت عن ده في رسالة الدكتور أو بحاول أكده لك دلوقتي في مجال تاني اسم مجال الاستثمار ده مجال رابع إيه اللي خلى مجال الاستثمار موجود مجال الاستثمار بقى مجال مهم جدا جدا إن المسألة بقت أوسع من إن أنا أدي فلوسي اشتغلي فيها واحد ده مجال بقى أوسع من كده كان ممكن الاستثمار ده آه يقول ما عندنا عقد المضاربة ويبقى العقد المضاربة في التجارة لا المسألة بقت أوسع من كده بقى فيه ناس عندهم أموال مش قادرين يدوروها وناس بيدوروهم الأموال دي قال له خلاص ما نخليها الصناع لا ماهو مش لازم يكون بيشتغل في الصناع طب ما نخليها تجارة ومش لازم يكون بيشتغل في التجارة ففي الآخر خالص بقى في مجال مهم جدا اسمه الاستثمار انا عايز اموالي دي استثمرها طيب ما قالي ما انت في الآخر خالص هتستثمرها في تجارة لا ممكن يكون كل دولة مع بعض كل دولة مع بعض يبقى ايه يبقى انت بتستثمرها ودولة التلات لا خلاص انا مش ملتفت دلوقتي للصناعة ولا التجارة لكن انا ملتفت ان اموالي عايز احطها في شيء يدار ويجيب عليها أموال طب إيه أهمية الفكرة دي ظهور بقى مؤسسات مالية اسمها البنوك بتمارس بتمارس مهمة إدارة الأموال أن أنت تديها المال وهي تدير المال ده فما بقاش نافع أن أقول على البنك على أنه مضارب مش نافع ولا نافع أن أقول البنك ده أجير مش نافع ولا أقول أن البنك ده وتوكيل مش نافع فيبقى الحالة هو إيه بقى أن البنك ده بيستثم المالي الاستثمار بقى إيه اللي حاصل الاستثمار ده حلال إدارة المال في البنك ده حلال لأن فيه حد بيدر لي مالي أو صحيح هو شبه للمضاربة بس العقد اللي أنا بحط فيه الأموال دلوقتي اسمه عقد تمويل أنا مولت مشروعات البنك عشان البنك يروح يستثمر المال ده وأنا مولت مشروعاته فلما مولت مشروعاته العمل ده إيه حلال فيبقى حضرتك تطمئني وأرجوكي ما تسألش تاني إداعك في المال إداعك المال في البنك حلال إداعك المال في البنك حلال واللي بيعود عليكي من إداعك المال في البنك ليس ليس إيه ليس فائدة ولكنه ريع ولكنه إيه ريع يبقى أنت بتضيع المال في البنك وإداعك المال في البنك ده وتاسمه تمويل واللي بيعود عليك ده وتاسمه ريع وليس فائدة الفائدة بتكون في القروض ما فيش قرد ما حدش قال لي أنت سلفت البنك لكن أنت اديت البنك ده عشان تستثمري أموالك وحتى الشهادات دي اسمها شهادات تستثمار فاللي أنت عملتيه ده جائز وليس حراما وده يجوز أن أنت تضع المال فيه ويجوز أن أنت تدخل المال ده مال حلال تدفعيه وتعيشي بيه وتحجي منه كمان وتحجي منه كمان وليس عليك إثم خارس في أن أنت تدع المال في البنك السؤال بعد كده بيقول أنا بقرأ سورة البقرة في يوم وصورة آل عمران في يوم ولا لازم الاتنين في يوم واحد لا يجوز أن حضرتكم أن حضرتك أو حضرتك تقرأي سورة سورة البقرة في يوم وصورة آل عمران في يوم ومش لازم تجمع يوم في يوم واحد عشان تكوني من أهل التحصين أو من أهل الاحتفاء بالزهروين لا خالص أنت يجوز أن أنت تقرأي ده في يوم وده في يوم ويحصل لك الثواب العظيم إن شاء الله ويحصل لك البركة والنور والفضل والنعم السؤال بعد كده أنا ومراتي مش عارفين نبني الحب من أول جديد من كتر مشاكل السابقة نعمل إيه؟ سألها تاهت ولقناها اتفضلوا عندنا في مركز الإشاد الزواجي الحالة دي هي حالة محتاجة استشارة والاستشارة دي ليها تخصص وقال الأوان إن الناس نحترم هذا التخصص ونشتغل عليه إيه اللي حاصل؟ صح؟ بيبقى فيه مشكلات كتيرة عند الأزواج وأنا حاسس إن المشكلة اللي هنا مشكلة واضح فيها التواصل جدا 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 الناس مش عارفين يتواصلوا وبيقول إحنا مش عارفين نبني الحب من أول جديد الحب بيبنى من أول جديد الحب بينخفض مستوياته الحب ما بيموتش لكن بينخفض مستوياته وممكن في عدد من الأدوات وعدد من الأعمال الصالحة وعدد من الأفعال اللي ممكن نعملها في الزواج من أولها التواصل من أولها الأعمال التي تدخل السرور والبهجة الأعمال التي تشعل شريك الحياة بأنه أمانه أحد أهم اهتماماتك أن أنت مهتم وحريص على أمانه وأنها كمان حريصة على أمانك وأنك كمان مهتم بأن أنت تكون موجود معاه دايما ومركز معاه في الحياة حاجة تالتة أن أنت تكون بتحترمه وبتقدره ووضعه في منزلته ما بتهنوش وما تنقص منه وكمان أن أنت تقدره تمتنله تمتنله على الأشياء على وجوده في حياتك تمتنله على الأعمال اللي بيعملها في حياتك تمتنله على أنه موجود وأنه في الحياة بيفتح باب من أبواب السعادة ليك اللي أنا قلته دوت فقط لو أنت فكرت فيه هتجد أشياء كتيرة جدا 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 أنا مجرد ما قلت لك الأربع حاجات ديت اللي هي أين عندنا ديت هي الأركان الأربعة للحب الحياة والحب الحقيقي اللي هي الأمان والاهتمام والاحترام والتأدير لو بس فكرت في ده وابتديت أن أنت تعمل حاجات في ده لغاية ما أنا أتقاق في مركز الأشياء دي الزواجي أنت هتكون بدأت البداية الصح وبدأت تعيد الحب مرة تانية ولازم تعرف أن أنت منفعش تيئس ولك ضمانة من عند الملك سبحانه وتعالى اللي قال لك وجعل بينكم مودة ورحمة توكل على الله واستعد إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير والتوفيق والسداد والفتح والنعم يا رب العالمين يجعلنا دايما في نعمتك نحن النهاردة تكلمنا عن حديث من أجل الحديث وأفضل أفكركم من وقت للتاني أن احنا محتاجين أن حياتنا كلها تبقى عبادة وعشان حياتنا كلها تبقى عبادة لازم نصلي في المسجدين نصلي في المسجد الأصغر ونصلي صلاة الجماعة ونصلي كمان صلاة القلوب لكن كمان لازم نصلي صلاة الحياة في كل مكان أنا وأنتو دلوقتي بنصلي صلاة الحياة وإحنا قاعدين نتعلم أولادنا أم بيتعلموا بيصلوا صلاة الحياة وإحنا في الشغل بننتج بنصلي صلاة الحياة وإحنا بنصلح ذات البين وبنقضي على كل المعوقات اللي بيننا في بيوتنا بنصلي صلاة الحياة محلها صلاة الحياة وإحنا عايش وكل عبد عايش في مدد مولاه يا رب العالمين رزقنا الصلاة على كل حال رزقنا الصلاة في كل نفس من أنفسنا وعننا على الدواء من أهل صلاة الحياة لكي نلقاك في كل وقت يا رب العالمين أنت وعدنا أن العبد لمولاه فلا تقطع عنا يا ربنا في كل نفس من أنفسنا ولا في كل عمل من أعمالنا أن نذوق حلاوة الصلاة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا على صلاة دوما واجعلنا من الطاهرين في كل وقت وحيد